ثامناً ابن تيمية إمام توحيد بخلاف مراجع الشيعة بإقرار القمي تأسيس العقيدة بعد تحطيم صنبية الشرك والجهل والخرافة المتحصل أولاً رمتني بدائها وانسلت إلى هذا المعنى ترجو حملة الجهل والتجهيل والكذب والتكفير من مراجع الشيعة ضد الشيخ ابن تيمية رحمه الله أولاً إذا كان القمي المجسم المشبه صحيح المذهب فلماذا حملة الحقد والإفك والهمجية الشيعية ضد ابن تيمية ثانياً إذا كان أصحاب الأئمة عليهم السلام قد اتفقوا على اعتناق مذهب التوحيد الأسطوري من التجسيم والتشبيه فلماذا التكفير والتهجم الهمجي ضد الشيخ ابن تيمية وأتباعه ثالثاً إذا كان الشيعة قد اتفقوا على اعتناق مذهب التجسيم والتشبيه نظرية وتطبيقاً وسلوكاً جسم صورة له طول وعرض وعمق سبعة أشبار بشبر نفسه صورة إنسان شاب أمرد جعد قطط شاب موفق في سن ثلاثين سنة رجلاه في خضرة من لحم ودم وعظم ضياء نور صمد أجوف نصف أجوف فلماذا اللعن والطعن والكذب والافتراء الشيعي ضد أتباع ابن تيمية ثانياً إذا كان القمي المجسم المشبه مدلساً محرفاً أفاكاً سباباً لعاناً فحاشاً طعاناً بصحابة وأمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكيف حكم الشيعة بوثاقة وعدالة القمي؟ وكيف حكموا بأن القمية صحيح المذهب؟ ولماذا الهمجية والافتراء واللعن والطعن بابن تيمية الرافض لمنهج وسلوكيات القمي والشيعة المخالفة للشرع والعلم والأخلاق؟ ثالثاً إذا كان تفسير القمي ممتلئاً بالخرافات والهرطقات والفحش والسباب وانتهاك الأعراض إضافة للتجسيم والتشبيه وتحريف القرآن ومثله باقي التراث الشيعي من كتب التفسير والروايات وغيرها فلماذا يشن الشيعة هجمة جهل وإفك وتهريج ضد تراث ابن تيمية؟ وكذا مسلم والبخاري وهو تراث سديد وجهد مبارك موفق في تهذيب التراث الإسلامي من الخرافة والهرطقة والإشراك رابعاً بخلاف التوحيد الحق عند أئمة أهل البيت عليهم السلام نجد أصحابهم وعموم الشيعة قد أتخامهم وأغرقهم التوحيد الأسطوري في التجسيم والتشبيه ومع ذلك فقد تمكن وتفنن مراجع الشيعة في التدليس والتلبيس والخداع والتجيل وقلب الحقائق والوقائع رأساً على عقب سواء في التوحيد وباقي الأصول والفرو خامساً بخلاف مراجع الشيعة نجد المنهج العام عند ابن تيمية قد اتسم بالأمانة والألمية والوضوح في التعامل مع الروايات الظاهرة في التشبيه والتجسيم سادساً نختلف مع الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الكثير من المسائل في الأصول والفرو في التأصيل والمبنى في النتيجة والأثر في السلوك والأسلوب يجب الالتفات إلى أن اختلافنا مع جناب الشيخ في مسألة التوحيد الأسطوري الرب الشاب والتجسيم والتشبيه اختلاف علمي نظري أما في العمل والمظاهر والسلوك فلا خلاف في كون الشيخ ابن تيمية إمام توحيد بحق قد قضى عمره متمسكاً بمنهج التوحيد وضحى بحياته نصرة للتوحيد الحق ومات على التوحيد الحق قال الواحد القهار إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المهندس الصرخي الحسني